موسيقى مساء الخير ومساء الفل ومساء السعادة على كل اللي بيشوفونا على شاشة القناة الأولى وبرنامجنا يحكى أن النهاردة هتكلم عن إيه يا إيمان النهاردة هنتكلم عن موضوع ومشكلة ومصيبة للرجالة وللستات ومشكلة كل مكان وكل قعدة وكل جلسة موضوعنا النهاردة الخيانة الزوجية من خلال السوشيال ميديا يباني العنوان الرسميات دي الخيانة الزوجية من خلال السوشيال ميديا تعالوا أقول لكم البداية بتحصل إزاي تعالوا أقول لكم النهاردة هنتكلم على أني كارثة اللي بتشتكي منها معظم الستات اللي بشوفهم واللي بعتلنا مشاكلهم على السوشيال ميديا يا سادة يا كرام القصة كلها بتبتدي بمتابعة أنا دلوقتي مش قادر عندي مشاكل مع امراتي أو أقول لكم على حاجة تعالوا نجيبها بقى من الأصل للأصل قبل المشاكل ما عندوش أي مشكلة لا في حياته الزوجية ولا امراته ولا أي حاجة بس تمام هو معجب بنفسه وكل يوم الصبح يفتح السوشيال ميديا يشوف مين بعتتلو friend request يشوف مين بعملت له لايك على الصورة اللي هو خارج من الجيم واللي هو جوه الجيم مين بتتكلم معاه بعتاله message الموضوع بيبتدي الأول بفضول حب بفضول وبص كده أمسك الموبايل كده وبتدي أبص كده إيه مين بعتلي؟ مين أعمل لي لايك؟ الله شكلها لطيف أبتدي أدخل على الصورة الأكاونت أشوف مين دي وأبتدي أتعلق بحياتها وبصورها لأن خلاص بقنا أصحاب طب الموضوع الأول بيبتدي بحب فضول وبعد شوية بيبتدي بتعلق أنا أبتدي تتعلق أنا هي بتعمل لي لايك وبعدين بتكتب لي الله شكلك حلو فأنا بقى كراجل أيلالي شكلك حلو شكلك أمر وانت في الجيم أبتدي بقى الثقة بالنفس تعلى 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 لحد ما تغبط في السقف وأبتدي أتعلق باللي بتقول لي كلام حلو طب ما السادت اللي في البيت دي بتقول كلام حلو بس في وقته لأن هي متجوزة فيه ولاد فيه شغل فيه مسؤوليات في البيت وممكن تكون الست مدلعها جدا وست أمر جوه البيت يعني بره البيت وجوه البيت هي مش القصة اللي المشكلة في مراته لا هي قصة في السوشيال ميديا اللي في قدينا طيب عملنا الانستجرام فجأة كذا فجأة كذا أنا بقى كست والست بقى والحسة السادسة اللي عند الستات اللي عمروك يا رجالة ما هتوصلوا لها لغاية دلوقتي أنا بقى كست كزوجة ابتديت أحس إن جوزي ماسك التليفون طول الوقت يعني داخلها خارجة من المنبخ وبعدين إيه؟ مش هتاكل ولا إيه؟ انت هتفضل ماسك التليفون كده كتير فيبتديوا لأ لا يلا يلا حضلي الأكل يلا تفضلي فتلاقيها إيه؟ راح قلب التليفون على وشه وراح داخل قاعد واكل وبسرعة قام طب شاي بقى ولا حاجة؟ وماسك الموبايل فطبعاً الزوجة أول واحدة بتحس إن في حاجة مش مظبوطة فتبتدي تركز بالليل إيه مالك فيه؟ انت طول الوقت ماسك التليفون ليه؟ لا لا حادي زهقان فيبتدي التليفون يبقى في الإيد 24 ساعة تبتدي الست بقى تشغل مخها وطول الوقت الست الزكية اللي بتروح تقول لي بوزا إيه؟ ما تخلينيش أشغل دماغي عليك ما تخلينيش أشغل دماغي لأن مجرد ما الست تقرر إنها تشغل دماغها بتشغلها أسكى جهاز مخابرات في العالم فتبتدي بقى من هنا بقى تبتدي الكارسة تانية على فكرة يعني هو الراجل مشغول بالإنستجرام والفيسبوك وفاكر إنهم ما حدش واخب باله ودي خيانات على السوشيال ميديا يعني مش خيانة فعلية يا ما راحش قابل الست دي بنفسه لما تبتدي الست بقى تركز والتابع دي الكارسة الأكبر والمتابعات بقى عرفين الزلزال واللي بقى ليه توابع دي توابع بقى ده أبتدي بقى أنا هنقولي النهار ده برضو الحاجات الغريبة اللي بتخلينا برضو يعني تقفاش جوزك أبتدي شغل مخي أبتدي فيه أبس فيه أبليكيشنز بتخليني أعرف جوزي عمل لايك لمين وكتب كومنت المين والفرنز دول إيه فبتدي أنا بقى شغل مخي وابتدي أعرف جوزي مشغول بمين طيب أنا بقى كاست أول ما ببتدي أتابع ممكن أبقى أحدى في الشغل مش مركزة في شغلي أحدى مع العيال مش مركزة مع العيال في البيت مش مركزة مع حد خالص أول ما استدت دماغها بتشتغل إن جوزي بيخني ولا لا جوزي معجب بوحدة تانية إزاي طيب جوزي هل فعلا بيكلمها طيب بيكلمها بس على السوشيال ميديا ولا بينزلي قبلها وفي بينهم علاقة عاطفية هو ابتدي يتعلق بوحدة غيري دي كل دي علامات الانهيار العاطفي والعصبي للستات فببتدي أشتغل ببتدي أدور إن أنا قفيش أزاي بيكلم مين متابع مين مين معجب بمين فبتدي والسوشيال ميديا ما خلتناش والأبس ما خلتش حد عايز يعرف معلومة ومعرفش سواء ستات أو رجالة يعني مجرد ما أنا بتتبع المعلومة بكل حاجة بتبقى متسخرة قدامي إن أنا أوصل جوزي بيخني مع مين على السوشيال ميديا تعالوا مع بعض نطلع نشوف التقرير ده ونرجع بقية تاني لستقبل ضفنا معنا في السوشيال ميديا أصبح تكوين صداقات وعلاقات عبر السوشيال ميديا من أسهل ما يكون في الأوينة الأخيرة ولكن هل تؤثر هذه العلاقات على المتزوجين؟ معظم الأفراد يعتبرون هواتفهم المحمولة صندوقاً لأدق أسرارهم ويمنع منعاً باتاً الاقتراب منه إلا أن هذا الصندوق الصغير أصبح نافذة مفتوحة على عالم الشك وربما الخرس الزوجي عالم افتراضي يرسمه كلا الزوجين داخل الفضاء الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسط هذه الحالة تصبح الخيانة ولو افتراضياً خياراً مطروحاً يقود الحياة الأسرية نحو النهاية الخيانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة مؤرقة نفتش في أسبابها معكم في حلقة اليوم من يحكى أن السوشيال ميديا ومشاكل السوشيال ميديا والهم اللي احنا وصلناه له واحنا كنا زمان بنتكلم في مشاكل تانية خالص دلوقتي بقت السوشيال ميديا هي حياتنا كلها الموبايل ما بيسيبش إديني تعالوا بقى نروح للأستاذة دينا توفيق الكاتبة الصحفية اللي اتكلمت وكتبت كتير أو في موضوع الخيانة الزوجية من خلال السوشيال ميديا أستاذة دينا مساء الخير شايل نور أهلا بك يا إيمان زي حضرتك عاملة إيه؟ الحمد لله تماماً طبعاً خيانة الزوجية على السوشيال ميديا يعني ميسيجات لايكات فيديو كول فيديو كول على المسينجر فيديوهات على الانستجرام يعني عالم الست بتفضل تجري وراء يعني يدينا وديكي طولة العامل وما بنوصلش في حاجة يعني في الآخر كلها حاجات تحرق الدم صحيح هي المشكلة إن الموضوع مش بيقف عند حد مجرد ميسيج أو مجرد تشات عادية الموضوع ممكن يتطور بعد كده لمقابلة وتبدأ كسة حب ممكن تبقى نتيجتها إن فيه بيت بيت خرب بسبب إيه؟ يعني لو ودينا أنا شايفة أمور كتير قوي هتختلف في حياتنا لو اهتمنا بالصدق قبل العيش يعني قبل كده من نحب نبقى الصدقين مع نفسنا يعني ندي للست اللي معنا في البيت حقها وبعدين نفكر بقى إحنا إيه اللي ناقصنا ودايماً بيبقى فيه مبررات لكده يعني مفيش حد مش هيدي مبررات لا ويا حبيبي يقولك أصلاً يعني عندي مشاكل في البيت فبحكي يعني دي زي صاحبتي دي أختي آه ما هي بتبدأ إحنا فرانز آه إحنا فرانز إحنا جاست فرانز إحنا ما فيش بيننا أي حاجة طب يا حبيبي طب ومراتك تحكي لمين مراتك تفاتفض مع مين طيب مدام أنت بتفاتفض لوحدة تانية طيب ما هي المشكلة لو الموضوع اتعكس بيبقى غير مقبول بالمرة يعني مش بالظبط فأنت بتدي نفسك حق هي ما تقدرش تعمل يعني وهو للأسف بيبقى فيه دايماً مبررات يعني هو ما بيعمل كده ما بيعترفش إن كده هو بيخون لا 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 خالص دي بالنسبة له ما بتبقاش خيانة خالص طب إيه أغرب يعني أغرب حالة خيانة على السوشيال ميديا قبلتك أو كتبت عليها يعني حاجة كده يتحس يعني الواحد بيقابله في حياته مواقف استحالة ينساها يعني هل واحدة قفشت جوزها هل هو كان زاكي قوي لأن فيه رجالة بشوفها زكاء خارق يعني بيعمله حاجات كده على السوشيال ميديا أنا عايزة أقولك الست بتبقى يعني ممكن تعدي الزكاء بمراحل في موضوع إنها تكشف بتبقى أقوى من أي جهاز مخبرات أولا بتحس إن فيه حاجة مش مظبوطة بتحس إن هو تغير حتى لو هو بيحاول إن هو وتول الوقت تقوله كده فيك حاجة مش مظبوطة وأنا حاسة بيها بتفضل بقى تنكش وراه بتفضل تنكش وراه لغاية ما توصل في الآخر للموضوع بعد ما بتوصل بقى ما هي المشكلة عايزة أقولك حاجة إيمان فيه ناس بتتقبل يعني بتتعايش معاكون إن الراجل بتاع ستات وبتعيش حياة بقى اللي هو مش عايزة أقول بس بتبقاش حياة بتبقى كأنها واحدة ميتة لإنها عايزة بس إيه المركب تمشي عشان خطر الولاد عشان خطر لكن فيه ستة مبتقبلش مبتقبلش بوضع جيدة ولا يا دين أنا بشوف فعلا ستات وبتتباها بتتباها قدام صحابها لوا لا 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 ده الجوزي بيجي يحكيلي عادي على فكرة أنا بشوفه فلانا بيكلمها هواوا أنا ما بقفش أنا بحسسه إن أنا وثقة في نفسي ده أنت بتكلف نفسك من جوه أنت بتنهاري ده حليقي قمر ما فيه واحدة حتى لو هي بتبين إنها الموضوع عادي واخدها بتبقى من جواها حريقة بتبقى يعني بس الراجل الراجل بيحب ستة دي بتبقى مش سعيدة الراجل بيحب الستة دي الستة ليه يعني بتاكل في نفسها وبيبينله عادي يقولك أنا امراتي لذيذة كده يعني ما بتقفش على الحاجات الصغيرة دي معين امراته بعدها يعني مش هتكمل خمس ستة سنين وهتعاني من جلطة جلطة وضغط وسكر ومشي على كرسي بعجل آه آه لا ده فعلا وهو في الآخر هو يعني مش حاسس برضو أنه عمل أي حاجة أو أنه أنه جرح مشاعرها يعني هو أنت مش مجرد أن أنت موجود في البيت بجسمك وأن أنت مثلا بتصرف في البيت أن أنت كده بتعمل اللي عليك في حاجات كتير قوي مهمة قوي للستة محتاجاها مش مجرد راجل قاعد في البيت وبيصرف طب لما الراجل بيتقفش وهي تطلع له مساجات من على الانستجرام أو فيسبوك أو بيكلم بالليل مثلا تلاقيه بيكلم فيديو كول أي واحدة هو اللي سنتعرف عليه والله بص يا إيمان أنا للأسف بقى فيه نوع من الرجالة بقيت بكحة حتى ما بتواجيها ساعات بتلاقيه بجح ما بينكرش بيعود يقولوا نعم لي ما هي اللي بتبعتلي طب ما هي اللي هي اللي بتكلمني هي اللي بتكلمني هي اللي بتكلمني بتكلمك لي يا بابا بتتطمن عليك الساعة 3 الفات اللي يا حبيبي وهو طبعا وهو قلبه كبير وهو قلبه كبير طب ما يقدرش أنه هو يكسفها طبعا بتلاقي كده بتلاقي ردود مش منطقية حتى عشان يطلع من الموقف المفروض الست الست في اللحظة دي لما جوزي يقول لي أصله عادي صحابي عادي دي فرند عادي الست دي عادي تكلمني المفروض الست تقفش أنا عايز أقولك إنها لو ما أفشتش استنيني بس أنا عايز أخد رأيك أقفش 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 ولا أباين إنه عادي بس وشي باين عليه طبعا أنا بغلي ثالث حاجة ولا أقوله لأ طب كلمها ويفتح لسبيكر كده عشان أسمع هي بتكلمك في إيه وابقى برضو ستة نكادية ودمي تقيل ولا أسيب ده أنا شفت ستات بتسيب له القوضة وتخرج عشان يتكلم براحته عشان ما بقاش دمي تقيل عشان ما يقولش عليها نكادية المفروض الصح أنا كست أعمل إيه بصي الصح إنك ما تجيش على كرامبك الصح إن انت لو من الأول كده ورتي له إنه عادي يبقى بقى هيسوق فيها بزيادة كمان وانت خلاص بدل اللي بيقدم تنازلات في الأول حابة صغيرين بعد كده هتبقي مطالبة ان انت تقدمي تنازلات بعد كده كتير لازم من الأول أنا كست بقى أصلا لو مفيش من الأول انت ما بتحترمنيش انت كده مش بتحترم الست اللي معاك طيب ما هو أنا خلاص عديت مرة واثنين عشان برضو ستات بتفرج علينا دلوقتي هي دي مشكلتهم هي في الأول عدت وقالت مخربش بيتي عشان ميسج على الانستجرام ولا حاجة تاني مرة عدت تالت مرة فيسبوك أنا عايزة أقولك ان للأسف اللي بيعدي بيكتشف بعد كده انه أكتر حاجة عملها غلط انه عد الموضوع وما فتحوش وتكلم فيه طب أنا يا دينا عديت يا دينا يا حبيب تقالبي أنا عديت خلاص أنا دلوقتي أنا ست بتفرج عليك ودلوقتي أنا عديت عديت يجي عشر مرات عشان ميخربش بيتي عشان بحب جوزي وواحدة تانية ما تاخدوش مني لكن أنا دلوقتي أنا مش عايزة اشجع على ان واحدة تخرب بيتها لكن لو عديت بقى زي ما بتقولي عشر مرات عديت بس أنا دلوقتي يا دينا مش عادرة أنا مش عادرة دلوقتي بس أنا عديت يا إيمان ويا دينا أنا عديت كتير يا جماعة وشوفوا لي حل أنا دلوقتي حاسة إن كرامتي متهانة حاسة إن أنا مش قادرة أتكلم وهو عارف إن أنا متضايق أو شايف تعبيرات وشي وعمل نفسه مشواخب باله أعمل إيه؟ يعني قوليلي نقولها إيه؟ أنا يعني أنا شايفة إنه الحل إن أنت يعني تمشي خالص تشيلي نفسك وتخليه هو يحس بأمتك ما هو مش هيحس بأمتك طول ما هو واخدك كشيء مسلم دي موجودة في البيت أنت لازم تبعيدي تبعيدي خالص ويحس إنه هو يعني لو العالم الافتراضي اللي هو عايش فيه ده هو ده اللي هيعمله الإشباع وهو ده اللي مبسوط فيه خليهوله لكن أنت تبعيدي تماما ما ينفعش إن أنت تقبلي بوضع زي ده في يعني مرتهى الزل شكرا لك يا دينا ومرسي يا حبيبت قلبي على مدخلتك معنا في حتة بها يا جماعة اللي هو هي دي الحيرة هي دي الحيرة اللي بتقف فيها الست أعمل عبيضة وحسسه إن أنا مش واخد بالي إوعي تفتكري إن هو مش واخد باله إن أنت واخد بالك إوعي تفتكري إن هو مش حاسس بيكي ومش حاسس بكل حاجة بتضيقك إوعي تفتكري إن هو بيبقى ماسك التليفون وقعت في البلاكونة وبيعمل شات وبيتكلم وهو مش واخد باله إن أنت واخد بالك فأنت أنا قلبي معاك يا حبيبت قلبي يعني أعمل مش واخد بالي لأ فكك من دي عشان هو عارف إن أنت واخد بالك طب لو أنا اتكلمت بيقعد يزعق فيه ويقول لي إيه ده هو أنت بتتجسسي علي هو أنت دخلتي عملتي فالو ولا عملتي قاد للبنت اللي عندي ليه إيه ده إيه ده شكلك وحش قوي على فكرة الراجل لما بيبقى غلطان بيروح مطلع كل عقده النفسية أو مقالب الترابيزة يروح قالب الترابيزة عليكي إن أنت مش واثقة في نفسك إن أنت ست ضعيفة للشخصية إن أنت إن أنت يا سلام يعني أنا عشان أبقى واثقة في نفسي وست اللذيذة وجميلة وأمر المفودة سيبك عادي كده تكلم اللي تكلمه وتنزل تقابل اللي تقابله وتضحك مع فلانة وتكلم مع اللانة هو أنت كده أنت كده تمام لا طبعا طبق الست هنا بتبقى في حيرة أخد موقف وأقول كرمتي واللي يحصل يحصل أنا ست ما تخانش حتى لو مع السوشيال ميديا ولا أسكت وأعمل نفس مش واخد بالي وانزل على كرمتي وأقول أسانا مش عايز أخرب بيتي عشان أنا بحب الجوزة على فكرة وفي الآخر مش عشان أخرب بيتي عشان الولاد أنا دايما ضد كلمة أصلا روح فينا عشان عشان خطر العيال خلاص سيبوا العيال دول على جنب لكن الست اللي بتتكلم بحجة العيال هي ست بتحب أصلا ست بتحب الجوزة والشرياء بس إحنا كمجتمع بنتكسف نتكلم في الحب أكسف أقول أسانا بحبه ومش عايز أسيبه ممكن أروح أيلها بطريقة تانية العيال وأخرب البيت واشرد العيال طيب أنا بحب جوزي ومش عايز أخرب بيتي أقفشه على السوشيال ميديا وتابع واشوف يكلم مين واللعم العبيطة وهين كرمتي وهو واخد باله إن أنا عاملة مش واخد بالي هيكون معنا ضفنا في الستوديو بعد لحظات جوزي ما بيتكلمش معايا خالص جوزي طول الوقت ببوس إيده عشان يقعد معايا يتكلم يشوفني مالي يشوفني إيه اللي مدايقني ولما بكلمه في الشغل يقولي طب هو ده وقته طب يعني أنت بتكلمينه وأنا في عايز الشغل يعني وقته أن أنت تحكي لي مالك لما يجي حاضر يا سيدي قفلت جيه طب يا حبيبي مش لما نتغدى الأول حاضر بعد الغداء طب ممكن نقعد بس شوية أنا طفشانة وزهقانة عايز حتى أتكلم معاه وممكن تكون عندها مشاكل في شغلها مع مامتها مع بابوها مع أخوتها في الشارع حصل لها مشكلة ويرجبة مواصلات طب خلاص قلت طب خلاص هادخل بقى أنا مش وعش هننازل مع صحابي وممكن وهو أصلا حتى في البيت قاعد ماسك الموبايل طب يا حبيبي مش هتسيب الموبايل هو أنت بتغيري حتى من الموبايل هو أنت بتغيري طب بتكلم مين صحابي طب يا حبيبي قلتلك اتكلم معاه شوية يعني أنا مش فاهم يعني إنها كده أسيب لك البيت وهمشي كل ده وهي عارفة وشايفة إن في خيانة على الموبايل في خيانة زوجية على السوشيال ميديا أي إن كان بقى شوفوا أي حاجة حطوها تيليجرام إنستجرام فيسبوك ميسينجر شغال كل حاجة طيب الست هنا وقفة في حيرة أعمل إيه بقى أسيبه وخلي السوشيال ميديا تنفعه وأخوه بعضي وامشي ولا أبقى كده أبقى خربت بيتي وأستنى ولا أمشي أقول ولا ما أقولش ولما بقول بقى مش واثقة في نفسي مع إن أنا ست جميلة وأمر سيد سيده يتمنيني طيب أنا مفيدة عمليهية دي حيرة الستات في الوقت ده مع أنا في الستوديو الدكتور طارق إلياس خبير التنمية البشرية وتعديل السلوك يا دكتور أخبار حدثك إيه أهلا بيكي أنا بكون سعيد وأنا معك أنا كمان والله يا فندم والله هذه حقيقة لأنه بناخد كلام في الصميم يعني بنستمتع بالحوار وبنستفاد كمان أنا أدت لك الوضع للست في دلوقتي الحيرة أقول ووجهك والله هتطلعني معندي السقة بنفسي وشكلي يبقى وحش ولا أسكت بس وأنا سكتة بغل بقى أنا بقى بغل بقى ودمي بتحرق وضغطي بيعلة وما بنامش وما بكلش وممكن أطلع الكابت ده على العيال زعيق وخناء وفي شغلي أنا هي أصح أكشفك وأقول لجوزي أنت بتخني على السوشيال ميديا وطبعا بنجيب إحنا بقى خلاص يعني فيه أبس دلوقتي خلاص بقى بعارفة وبيكلم مين وبيعمل لايك لمين استنوا بس هنقول لك كل حاجة إحنا مش قاعدين ساكتين كده إحنا عارفين كل حاجة بس عارفين نفسنا مش عارفين الحيرة بقى دكتور هي دي مش حيرة بقدر ما هو غضب إحنا بنجيب كلم الآخر مش من الأول الموضوع من بدايته إن فيه حد من جواه حن لأيام عدم الالتزام تمام ليه لإن كمية الالتزام اللي هو فيها أو حجمها هو زهق من الالتزام مش من الست اللي عايش معاه ولا العكس إذن موضوع الالتزام هو السبب وهو المتهم الأساسي تمام طيب الالتزام معناقي بقى إنه لازم يرجع البيت في ساعة معينة وعندما كان عازبا ما كانش عنده مشكلة خالص إنه يرجع في الوقت اللي يعجبه طيب ما هي كمان ما كانش عندها مشكلة ما أنا موتش حاك إيه دكتور يعني هو الراجل بيزهق والست ما بتزهقش اللي تنزى يبعا طيب إحنا بتعودين إحنا اتخانق عادي اتخانق إذا ما أنت عايزة بس أنا عايزة أقولك السبب الأساسي في الحكاية ماشي معاك يلا طيب فلما كان هو إلى حد ما مش ملتزم خدي بالك الحكاية مش حكاية عدد ساعات الحكاية مطلوب منه إيه عند العودة هي دي المشكلة تمام عشان كده لما بيقعد مع نفسه أو هي تقعد مع نفسها وحتى هي لما بتكتب لصحابها البنات دي زيها ده مش معناه ده مش معناه إنها زهقانة لكنها لقت حد عنده نفس الاهتمام لا زهقانة ما هحكي لك ماشي هي لو زهقانة ما كانتش بصت له وهو بيشتغل على الإيه على الواتس بتاعه أو على الفيسبوك وقالت له هو أنت ماسك التليفون ليه طول الوقت لا هي مو زهقانة هي فقط عايزة حد بس يبدلها نقطة مهمة طيب هل نقدر نجزم أنا وإنتي إن الزوج يقدر يقول زوجته حاجة محددة ويستنى رد بتاعها ما أنا بس عايزة أقولك على حاجة أنا بس ديني حاجة نتخانق عليها يلا طب ماشي دلوقتي أنت توهتين يا دكتور دي أنت توهتيني دلوقتي طب أنا نرجع للعنوان تاني نرجع للعنوان دلوقتي تاني أولا أنا بس معطرد في الحتة دي وأنا عارفة أنت بتحبيني وابتحبيني بعطرد أطبعا دلوقتي أنت بتقولي الست إيه زهقانة حلو كده أو مزهقانة يعني أنا يعني أنا الستات لما بتبتدي تركز على السوشيال ميديا ببقى أكيد جوزي هاملني بجد يعني أنا مش موجودة عنده على الخريطة دلوقتي فبتدي أبص بقى على الناس ولبسين إيه وبياكلوا إيه أنا زهقانة أنا في اللحظة دي وليه زهقانة عشان النص التاني شريك حياتي مش مديني اهتمام لكن الست لما بتبقى مبسوطة وجوزي هميديها وقت وقاعدين وبيتكلموا وبياكلوا وبيشربوا ومعرفش وتفرجوا على تيفزيون الست ما بتمسكش التليفون أصلا طيب أوكي أوكي الراجل بقى هو اللي بيمسك التليفون خد يبالك دي حالة مثالية قوي لما نيجي نقول إيه إن الراجل بيشارك الست في إنها بتحب الموضة مثلا وده الليل قوي ما هتلاقيه ولازم نتكلم بشكل وقعي والدليل على كده بعد إذنك لو الست بتعمل شوبينج الراجل موقفه إيه من الشوبينج ده إنه يبقى هو اللي بيدفع ولو يقدر إنه هو يقعد في أي مكان في الغالب يعني لغاية ما تخلص لفتها ويديها لإيه الفلوس لا تشتري ده بس ما تتعبوش في اللف لأن الراجل يختلف عن الست قوي حتى في الشوبينج يعني لما يحب يشتري حاجة لنفسه حضرتك بينشن على محل معين في حتة معين ما بيلفش تاني حتى لو تدحك عليك وما بيقبلتش حد يقوله أنت تدحك عليك ويزعل كمان خلاص؟ ميش لما بيرجع البيت بقى حضرتك بعد شغل هو عايز حاجتين لإن ده تكوينه أولا مش عايز يسمع أي نوع من أنواع المشكلات مهما كانت وده هيعمل مشكلة أكبر مع زوجته ليه؟ ما ليه هتحكي لمين؟ ما ليه هتفتفت لمين؟ ماذا؟ يعني لما البي راجع من الشغل ومشتهق نفسه طيب ما هي برضو الست ممكن تبقى لسه راجع من الشغل هي كمان؟ أنا بقى انصح الست بحاجة أنه لما بييجي بيبان على ملامح وشه حاجتين الحاجة الأولى اللي حصل في الشغل فبيبان أنه هو قافل قافل هو مش عاوز يحكي لها أقولك ليه مش عاوز يحكي لها الزوجة عندما تستمع لمشاكل الزوج خاصة شغله هي غير محايدة غير محايدة يعني إيه؟ هي حط في دماغها حاجتين وهي بتسمع أمن البيت الاقتصادي اللي هو بيمثله شغله وكمان الاستقرار الحياتي عشان كده هي بتبقى منزعجة فساعدت أمت دياله نصايح يعني تقوله إيه؟ طب خد بالك بقى أنك ممكن تكون بسبب مفعالك أنت ألابت الدنيا عليك وممكن عشان تنصحه تاني كمان فتفكره بحاجة حصلت في شغل تاني قبل كده وأنه سابه بسبب حاجة شبيهة يغضب جدا لما يبتدي يحس لأنها فهمها يعني دايما هو الراجل عموما هو لا بيحب يقول مرتبه كام ولا الحوافز اللي خدها كام ولا مثلا مرتبه لو زاد ما يقولش لمراته ولو عنده مشكلة هو أصلا ما بيحبش يباقي نفسه قليل ما بيحبش يلاقي نفسه صغير بالضبط كده ولما أنت لما ما تلاقيش نفسك مع الست اللي أنت بتنام جنبها الأمن والأمان والموادة والرحمة المفروض تحكي لمين أهو بقى ما يحكيش للست اللي مشاركيان مسئولياته مشاركيه همه ومشاكله وكل حياته يروح يحكي لست تاني على السوشيل ميديا الغلط مش من الست اللي في البيت الغلط من الراجل ما هو لأنه لما حكى على السوشيل ميديا هي جات في صفه وكانت متعمدة طبعا أكيد بينما هي الست اللي معانا يا شايلة الهم في البيت عشان ما نجيش في صفه هي خايفة عليه هي قلقان عليه طيب المعادلة دي هي اللي صعبة مش حكاية السوشيل ميديا السوشيل ميديا في حد ذاته هو مش المتهم الوحيد أقولك ليه لأنه ممكن الزوج ده يعاكس زميلته اللي قعده جنبه في المكتب اللي في الشغل طيب من غير للسوشيل ميديا ولا أي حاجة دي واحدة بيشوفها كل يوم ممكن يعاكس عميلة ممكن الست نفسها وهي رايحة مكان ما بتشتري منه أو هتروح النادي حد برضو يكون مهتم بيها ماشي بس ده برضو خلاص الحياة كلها أنا بتعاكس وهو بتعاكس وكل الناس ده طبيعي لكن أنا بتكلم على السوشيل ميديا يا دكتور يعني دلوقتي حدقك قلت أنا الراجل بيدخل من البيت أول حاجة ما حاجة يتكلم في مشاكله وفي شغله تاني حاجة قلتلي إيه؟ في حاجتين الراجل ما بيحبه مش أو ما بيرجع عن بيه أول حاجة لما هو ما بيبينش إن عنده مشكلة في شغل ماشي تاني حاجة في تاني حاجة بقى عاوز بعد ما يقعد وياكل ويهدأ كده يكمل اللي كان هو ممكن يكون بيعمله هو بره البيت يا حبيبي لا ده هو بيكمل حاجات تانية ده هو بعد ما بيأكل وبيخال بيشتغل على سوشيت ميتي لا بيقعد بقى بيقعد يقول لها عند دوليتي أنا كلت وخلصت الغداء وهكلمك بقى بالليل عشان مراتي جم هو ده بقى لأنا بقول عليه لو إحنا حنسام الخيانة الزوجي خيانة الفكرة ولا خيانة الجسد اللي اتنين موطبطين ببعض يعني إيه؟ خيانة الفكرة نفسها معناها إن فكرة الزواج هو بيخونها هو بيخون فكرة الزواج مش الله حلوة الجملة خيانة الجسد ولا خيانة الفكرة يعني أنا جوزي مجرد ما ييجي في دماغه فكرة إنه يكلم واحدة تانية أو يشوفها أو يكلم معاها السوشيال ميديا دي خيانة ولا لازم يبقى خيانة جسدية عشان أقول إنه هو خني تعاوا نطلع نشوف الدراما يعني صورت لنا الموضوع طبعا كتير قوي